أعلن نائب عن اتحاد القوى أحمد السلماني فرض أو رفض كتلته لمرشحية تلاف الوطنية بزعمة أياد علاوي لمنصب وزير الدفاع خلفاً للوزير المقال خالد العبيد السلماني وفي بيان له كده ناتحاد القوى هو الجهة المعنية بتقديم مرشح بديل عن الوزير السابق خالد العبيد مشيراً إلى أن استحقاق التلاف الوطنية يتمثل بوزارة التجارة والمطالبة باستحقاقات ليست من نصيبه أمر مرفوض مضيفاً أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يبلغ كتلته حتى الآن بموافقته على الأسماء التي أرسلت له مؤخراً